موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة يو اي تي في الأوكرانية في العاصمة كيف أصحبكم في أنا محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوين أكثر من ثلاثمائة وعشرون قاتيلاً إثر زلزال ضرب الحدود بين العراق وإيران انتهاكوا للهدنة من جديد في شرق أوكرانيا وفوركر وسركوف يناقشان الوضع وفي النشرة أيضاً أوكرانيا تشارك بطائرتين في معرض دبي لطيران أهلاً بكم بداية ارتفع عدد الضحايا الزلزال المدمرة الذي ضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران إلى ثلاثمائة وثمانين وعشرين قتيلاً وعلنت خلية الأزمة التي شكلتها سلطات صباح الاثنين عن جرح الفين وخمسمائة وثلاثين في إيران وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن مقتل مائتين وسبعة أشخاص وجرح ألف وسبعمائة آخرين وفي العراق المجاور قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثمائة وواحد وعشرين آخراً بجروح جراء الزلزال حسب ما قال مسؤولون وكانت حصيلة سابقة لضحايا الزلزال الذي بلغت قوته سبعة فاصل ثلاثة درجة على سلمي ريختر قد أشرت إلى مقتل ستة أشخاص في محافظة السليمانية في إقليم كردسان الشمالي وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للصحفيين أن الرقم النهائي للضحايا وفقاً لعمليات وزارة الصحة قد بلغ سبعة قتلى وثلاثمائة وواحد وعشرين جريحاً في كردستان العراق أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أمله بأن يعود رئيس الوزراء المستقيل اللبناني سعد الحرير إلى بيروت من دون تأخير إضافي وحث جونسون في بيان جميع الأطراف في لبنان على بذل كل ما في وسعها لتشجيع الاستقرار والعمل على احتواء التوترات الأخيرة وشدد جونسون على أن الجيش اللبناني هو السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان ولا ينبغي لأي ميليشيات أو قوات أجنبية أن تتحدى الجيش اللبناني باعتباره الضامن الأساسي لأمن البلاد كما دعا جونسون إلى عدم استخدام لبنان كأداة حرب بالوكالة مشيرا إلى تنام المخاوف لدى واشنطن وحلفاء بريطانيا الأوروبيين إزاء ذلك هذا وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد قال إن رئيس الحكومة سعد الحريري يعيش في ظروف غامضة في الرياض منذ يوم السبت الماضي فيه تهديد أمني علي أنا هذا ما يعني التهديد الأمني هو جزء ولكن فعليا فيه حماية لبنان وأنا بدي أحمل لبنان بس أنا هروح على لبنان هأرجع على لبنان قريبا جدا وحاكماء وحاوم بالأساليب الدستوري اللي لازم أوم فيها وعد انتخاب رئيس لوفينيا بولوت باهور لولاية ثانية في جولة عادة انتخابات الرئاسة ليتفوق على خصمه في سباق محتدم وقالت مفوذ الانتخابات إن باهور حصل على نحو ثلاث وخمسين في المائة من الأصوات بعد فرز تسع وتسعين فاصل تسعة في المائة منها بينما حصل منافسه الممثل الكوميدي السابق ماريان ساريك على سبع وأربعين في المائة نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو اثنين وأربعين في المائة وهي نسبة الإقبال الأدنى على انتخابات الرئاسة منذ أن أصبحت سلوفينيا دولة مستقلة في العام واحد وتسعين تسعمائة وألف يذكر أن منصب الرئيس السلوفيني شرافي إلى حد كبير لكنه يقود الجيش ويعين عددا من كبار المسؤولين لكن تعينات الرئيس كلها تحتاج إلى موافقة البرلمان احتجد مئات المتظاهرين اليوم الثاني على التوالي أمام السفر الأمريكية بالعاصمة الفليبينية مانيلا احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفليبين واستخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والهروات في مسعى لتفريق المتظاهرين الذين حملوا لافتات كتب عليها عبارات مناهضة للترامب ويشارك هو الرئيس الأمريكي في القمة الحادية والثلاثين لرابط الدول جنوب شرق آسيا آسيا إلى جانب زعماء آخرين حيث تعتبر الفليبين المحطة الأخيرة في جولة ترامب الآسيوية والتي شملت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنا الميزانية الحكومية والأمن القومي والإصلاح الزراعي هي أبرز المشاريع القانونية التي سيبحثها مجلس البرلمان الأوكراني الرادة خلال الأسبوع الجاري رئيس البرلمان أندري باروبي أكد على أهمية استكمال المشاريع القانونية المتعلقة بإصلاح المجال الزراعي مشيرا إلى ارتباط هذه المشاريع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وخطوات التقارب مع الاتحاد التي تنتهجها أوكرانيا لدينا مجموعة من المهام وعلى رأسها تلك المتعلقة بالميزانية الحكومية وهنا أريد أن أشير إلى أننا سنبحث قراءتها الأولية الجوانب السياسية أخرت للأسف هذه العملية لكن اللجنة المعنية جاهزة وهنا أريد أن أضيف أن أولوية الميزانية تكون كما في الأعوام الماضية لقضايا الأمن والدفاع التي تحظى بالأولوية عززت في كييف إجراءات أمنية وتقوم الشرطة بمساعدة قوات من جهاز الحرس الوطني بتفتيش جميع محطات القطار ومتر الأنفاق تأتي هذه الإجراءات بعد عثور الشرطة على 6 كيلوغرامات ونصف من مادة البلاستيد المتفجرة وعشرة سواعق كهربائية وذلك في إحدى السيارات المتوقفة في حي سكني بالعاصمة يدعي راكبوا السيارة أن أحد معارفهم طلب نقل حقيبة المواد المتفجرة من منطقة زكرباتيا مؤكدا أنها تحتوي على قطع غيار لسيارات تم إلقاء القبض على سايق السيارة ومرافقه قرب أحد المجمعات التجارية ويقوم جهاز أمن الدولة بالتحقيق معهم إلى شرق البلاد حيث سجلت القيادة العسكرية لجيش الأوكراني في منطقة عملية مكافحة الإرهاب سجلت 33 خلق لوقف إطلاق النار من قبل المرتزق الروس ويعتبر هذا العدد ضعف ما كان عليه خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية المسلحون ينتهكون الهدن على طول خطوط التماس ويستخدمون أسلحة المشات وقضائف الهون فيما لا تزال منطقة أفديفكا ومحور سفيتلو دارسك الأكثر سخونة مع حلول المساء شن المسلحون الانفصاليون هجوما على مواقع الجيش الأوكراني في محور سفيتلو دارسك مستخدمين مدافع الهون والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وقذائف المدرعات كما وسجلت خرقات للهدن من جانب العدو في اتجاه دانيسك بالقرب من بلدة أفديفكا ومارينكا ومنجا بوتوفكا أما في اتجاه لوهانسك أطلق المسلحون قذائف الهون وقذفات القنابل اليدوية على بلدة كاتيرينوفكا وقصفوا بالمدافع الرشاشة ذات العيار الثقيل مواقع المدافعين الأوكرانيين في بلدة بلويسكي عملية نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم الدنباس وتنفيذ اتفاقات مينسك قضيتان تصدرتها جدوى العمال المباحثات التي عقدت اليوم بين المبعوث الخاص الأمريكي لأوكرانيا كورت فولكر ومساعد الرئيس روسيف لاديسلاف سوركوف المبعوث الأمريكي كان قد عقد محادثات في كييف مع رئيس الأوكراني بيترو بورشينكو في شهر أكتوبر الماضي تطرقت إلى مسألة نشر قوات حفظ سلام أممية في الدنباس فولكر صرح بأنه يجب نشر قوات حفظ السلام الأممية في جميع أنحاء إقليم الدنباس المحتل بما في ذلك الحدود الروسية الأوكرانية الأمر الذي سيمكنها من السيطرة على الوضع عبر الحدود لتذكير فإن كورت فولكر كان قد زار في يوليو الماضي بلدة أفدييفكا الواقع على خط التماس في الجبهة الشرقية في موضوع آخر أعلنت شرطة الأوكرانية اعتقال 20 شخصا في منطقة دونيسك خلال الأسبوع الماضي وأشار بيان الشرطة أن المطلوبين قبض عليهم أثناء عبورهم نقاط السيطرة والتفتيش التابعة لشرطة الأوكرانية هذه الاعتقالات بحسب الشرطة جاءت استنادا لقوائم وزارة الداخلية حيث يتهم المعتقلون بمشاركتهم المباشرة في التشكيلات المسلحة غير المشروعة لما يسمى بجمهورية دونيسك الشعبية إضافة إلى تهم تتعلق بعملية بيع غير قانونية للأسلحة والذخائر والمتفجرات قدمت شركة أنطوناف الأوكرانية طائرتين في معرض دبي للطيران وهما طائرة النقل العسكري N70 وكذلك طائرة N132 التي أنجزت بشراكة مع المملكة العربية السعودية هذين النموذجين تم تقديمهما أيضا قبل عامين في معرض مماثل وخلال هذا العام سيشاركان في برنامج الاستعراضات وفقا لممثلي شركة أنطوناف فإن المشاركة في مثل هذه الأحداث هو فرصة للقاء الشركاء وعرض المنتجات للعملاء المحتملين من دول الشرق الأوسط هذا هو استقضب معرض دبي للطيران أكبر شركات الطيران المدني والعسكري والصناعات الدفاع العالمية في الرياضة احتل الأوكراني أندري فينوكوروف المركز الثاني في مرحلة جديدة من بطولة العالم لسباق الدرجات التي جرت بمدينة مانشستر الإنجليزية البطر الأوكراني ضيع الفوز في الأمطار الأخيرة أمام نائب البطر الأولمبي ماتيس بوخلي وذلك بفارق 11 ثانية فقط وخلال دورة مانشستر تمكن الأوكرانيون أيضا من حجز مكانة أخرى حيث تمكنت يلينا ستاريوكوفا من الحلول ثالثة في سباق الخمسمائة متر ختام نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يو اي تيفي الأوكرانية في العاصمة كييف المزيد من الأخبار عبر صفحاتنا على فيسبوك يوتيوب وتويتر شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة